السلام عليكم البنات و مرحبا بكم في القناة تيلي انتمنى تكون اموركم كلها على خير انتو ما كتشوفو عد الفيديو اليوم ان شاء الله غدي نقدم معكم اه كيكا ديال المول اللي عجيب كيما كتشوفو معي كيكا شي يشاول جيدا انتمنى تجربوا اوتنا الاعجاب ديالكم و ما تنسوش فاش تفرجو في الفيديو اضغط على زر الاشتراك وتفعلو الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله يجب اسوا الليDAY عجيب كيكا شوفو الايجاب كيكا شوفو المقادر اللي هما alot هم دي اه هنه هي ثلاثة ديال بيضات كاس ديال الزيت وهن يكاس ديال السانده كيكا شوفو معي هنه يعندي متين غرام اه ديال الدقيق الابيض او الفورس هنان يكيس ديال الفانيلا اه هن Sa Zieه كيس ديال خميرهQué Laetladlove كما تشوفو معي وهنا عندي القشيرات ديال الليمون كما تشوفو معي اه انا حيط غاجي نديرها ان شاء الله بالليمون دكشي لاشدرت قشيرات الليمون سوف يدبا غاجي ندوز ونشوفو الطريقة كما اشتو معي اول حاجة غاجي ندير غاجي ندير ثلاثة ديال البيضات كما اشتو معي وغاجي نطربوهم مزيان مزيان كما غاجي تبقوا ومتابعين معي الطريقة كتجي اه كيكا شيشة والجدال بنات نتمنى تجربوها وتعجبوها لانها ساجقة مئة في المئة انا يلي معتمدة عندي كما كتشوفو معي كنت كنجرها قبل في مول العاجيب مول العاجيب ند ومنين خديت هذا قلت علاش اللي نجرب فيه حتى هو نشوفواش غاجي تصدق لي ند فيه ونجربتها فيه وصدقاتها دوما المقاجر اللي كان ديروك يجون دائما مضبوطين كما اشتو معي هنا كان بقى بحاله كنطرب البيض ديالي مزيان كان خدماغي بطرب اليداوي على البنات ممكن لكم تطرب اليداوي او ممكن لكم تطرب الكهربائي ولكن انا كان خدماغي بطرب اكا وكتصدق لي كتجرائي على البنات تبزد كس ديال ساندة كما اشتو معي صافي كان بقى مستمره بحاله كما كتشوفو كان بقى مطرب مزيان مزيان باش الكيكا كتجيني كي يبانو لدوك الحوبيبات ديالها كما تفرقين على بعض ديتهم باش ما تجينيش كيكا مدقسا لبنات صافي هدي هي الطريقة المهم تخدمو مزيان الحاجة هنازد داك الكيس ديال فانيا البنات كي مشتو معي صافي كان بقى بحالكة كان بقى مستمره بحالكة كان نخلط مزيان دا بغادي نزيد عليهم داك الكيس ديال زيت كي مشتو معي صافي وكان بقى مستمره في تحريك البنات حتى كنحصل قبل علي العجين كي يكون عجين نشال هنا صافي وكنزيد المكونات كي مكتشوفوا سهلة وكتوجد ضغية يمكن لكم جرول القتة او يمكن لكم شي ضيفها كالاغفلا او هادا ضغية كاتنفع البنات زوينه وكتجيل جيدا بشكل مزيد فيها الليمون القشرة ديال الليمون وهي اصلا غادي نزير لها اااااااااااااااااالجيال الليمون هناكي مكتشوفوا معي البنات أستسمح نسيت هادالى كما تشوفوا معي نسيت ما ما ورتوش لكم في المقادر صافي ولي اللي كان زيد من بعد ما درت الزيت وساني دا ولفاني كان دير كاس ديال دانون انا كان دير دائما ولفاني يا لبنت كيجي رائع في الكيكات كاعتماد اقزويا صافي غادي نزيدو او غادي نبقى نحرك زيان كما تشوفوا معي كان مقاب حالا كامستمر في التحريك حتى كي تخلطوا لي المكونات كامل اللي عندي كما كتشوفوا باش كاتجيني كان حصل على كيكة شيشة لبنت دائما نعطيو الخاطر لأي حاجة كما قلت لكم هنا غادي نزيد دوك المبشور ديال الليمون كي ماشته معي صافي غادي نبدأ نحرك ولكن لبنت كاتبغي تحرك مزيان باش الكيكة كاتجيني رائع وكاتجين مفشفشة فاشكا نقطعها وهذا كاتجيني رائعة وزوينة كتكون فيها واحد لبنة كما كان عارفو هاد القشور ديال ليمون كي يعطيونا واحد لبنة رائع في الكيكة لبنت صافي كان مقام استمر بحالا كي ماشته معايا دابا غادي نزيد ونزيد الدقيق كي قلت لكم عندي مئتين قرام ديال دقيق ما غاديش نديرو في دقة واحدة لبنت اه وايضا ضروري ما نغرب له باش ما هادجينيش الكيكة جيالي من تقصى كان مقام نزيد كي ميا بكيميا كما شتو اغلب عليها اما لذيناه في دقة واحدة الكيكا كتولي تطبع رطليا وما تتبغيش ضغيات تطرر بليا كيماشتو ونمستعملها تطرر بليا داوي صافي بحالك كيماشتو معي كان بقى نزيد الكيميا غي شوي بشوي حتى كان ساليا كيما كتشوفو معي غادي نزيد عود ثاني نصف اخر دي الكيميا بحالك كيماشتو معي غادي نبقى نحرك بحالك كيما كتشوفو معي وكان نحرك مزيان من التحت باش ما تبقىش لي الكيكا ديالي لسقف المول وتجيني وتجيني هاكا كدكشي علاش كان نحرك مزيان من التحت البنات ضروري ما نحركو بحالك كيمزيان مزيان كيما كتشوفو معي ودبا غادي نكمل الكمية الخرى اللي بقتلي ديال دقيق كيماشتو معي وضروري ما يتغرب لالبنات كيكونو دوك الحبيبات وهذا كي جينا مدقس هنا غادي نزيد الكيس ديال درطغي كيس واحدة لبنات ديال خميرات الحالويات واللي درط كتافيت به صافي كيماشتو معي دبا غادي نبدا نحرك بحالك كيما كتشوفو كان مستمرة في تحرك مزيان حتى كي تخلطوا لي المكونات ديالي وصافي يا لبنات هنا من بعد ما خلطت الكيكا ديالي دهنت المول ديالي هو هذا درطلي شوي ديال زبدة و شوي ديال الدقيق كيماشتو هنا غادي ندوز و ندر الخالي الجيالي في المول كيما كاتشوفو معي كي كتبال لكم كتبال كي كي بل الخالي مخلط مزيان و مطرب كيما كاتشوفو معي صافي كيما كاتشوفو غادي نكمل الخاليط هكا في المول جيالي و ندخلو الفران و بطريقة ديال الطياب دائما كنقولها و كنعودها ما كنسخنش الفراني اللي بناتده كنحط فيه المول جيالي عاد كنشعل الفران و كتجيني كا طالع و كتجي كا رائع لبنات نتمنى تجربوها و تصدق معاكو صافي دابة من بعد ما ادرتها غادي نمشي و ندخلها الفران كيما كاتشوفو معي هادا هو الخاليط جيالي كي يجي كي يجي خاليط خفيف و صافيها البنات غادي ندوز و ندخلها الفران هنا كيما كاتشوفو معي من بعد ما خليت الكيكا ديالي او قربت طيب ليا هنا غادي ندخل الكريمة ديال ليمون فيها جوس تلكيسان ديال ليمون عندي نصف كاس ديال ساندة كتبقى لحسب الضغط هنا عندي جوج معا القوة نصف ديال نشا دابة غادي ندوز و ندخل المكوينة دياليك في سرولة كماشته معي ساندة نصف كاس ديال ساندة للبنات يمكن لكم تطيرو قل أو تزيدو على حسب اللي يبغيتو انا كتفي تغيب نصف كاس ديال ساندة بل كاس بحل كيكنا ديال العنبة نبقى نخلط بحلاكة المكونات ونزيد عليهم هنا يدير الجوج معالق ونص ديال انشاء او ما يزين البنات كي ماشته معي سوف نبقى نحرك بحلاكة وكندس نحطها على العافية نبقى نستمر في تحرك البنات ضروري باش يجيني الخالط ديالي عاقد ويجي ناجح ضروري كنستمر بحلاكة فوق البوطة ونبقى بحلاكة كنحرك كي ماشته معي نبقى نحرك مزيان مزيان هكا حتى كنحس بخالط ديالي عاقد ليا صفي وكندس نفعل البوطة لبنات كي ما كتشوفو معي كريمة ناجحة هكا كنجي لها انا وكتصدق معي كي ماشته احنا هي هي الكيكة ديالي من بعد ما تصبت لي وخليتها بردت لي شوي وهذا الكريمة ديالي حتى هي من بعد ما تصبت لي اه كنخلي واحدة كتبرد لنا عاد كنديروها في الكيكة كما شتو معي دبا غاجي ندوز كما كتشوفو معي وغاجي ندير الخالط ديالي ديال الكريمة في الكيكة ديالي بحالة كاكا تجي على هذا الشكل كتعطي واحد اه الشكل زوين والمداق حتى هو تجي زوين حتى في المداق كي ماشته معي والتزين كي يبقى حسب الاختيارة لبنات انا هنا يدرت شوي ديال سكار غلاسي بحالاكا درتو كي ما كتشوفو معي درت ليه بحالاكا صافي مكن لكم تزينو باي حاجة عندكم اي حاجة متوفرة عندكم فطار صافي هنا يا غادي ندوز ونزينها ونقدموها بالصحة والراحة كي ما كتشوفو معي وهذا هو الشكل النهائي اه جيال كيكة جيالي كجراء عن تمنوت جل ترجمة نانسي قنقر شكرا